اشتركوا في القناة ما رح اذكر في هذا الموضوع نهائيا لانه اثار امتعاض بعض المتابعين بانه يعني هاي اسمها اسطواني مشروخة فهاي الاسطواني المشروخة انا بدي ابطلها لانه ما بدي حدا ينزعج منها فانتو بتذكروا لحالكو اللي بدو يعمل يعمل اللي ما بدو يعمل هو حر وهاي اخر حلقة انا رح اذكر في هذا الموضوع خلينا نروح على توقعاتنا طبعا انا كاتب حط صورة اه اللي هو الافيش بلغة الاخواننا المصريين اه انه اليوم رح نحكي عن موضوع العلاقة اه بمعرفة حضوظ الاسم على الطريقة الجديدة هاي من وين اجت انا ما بعرف ما تسألونيش ولكن اه في اخر الحلقة ان شاء الله مع الاسئلة لما تسمعوا السؤال والطريقة لانسأل فيها السؤال او شو الموضوع رح تسمعوا الطريقة الجديدة وكيف انا رح اثني رح اثني كثير على هذا الموضوع خلينا نروح على توقعاتنا عشان ما نطيل عليكو اه طبعا اليوم توقعتنا اليوم السبت 26 حزيران اه القمر اليوم موجود في منزلة سعد بلع اه رح ينتقل اه في الساعة سبعة صباحا تقريبا من صباح اليوم السبت لمنزلة سعد السعود سعد بلع حكينا هي للعلاج والفراق واتلاف الاموال والحرية سعد السعود هي لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق اما بالنسبة للقمر بما انه من الان لغاية ساعات ما بعد ظهر موجود في الجدي فالفترة هاي زي ما حكينا يوم امس منظلنا على طبيعتنا الجدي منحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض منها علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفي اثرية والبدء بحمية او شراء بوليس التأمين طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا ثلاث زوايا فلكية ما قبل خلو المسار الزوايا هاي اول زاوية هي زاوية تسديس ايجابية طبعا كل الاوقات اللي احنا منذكرها بتوقيت جرينج اللي بتابعونا لاول مرة او اللي بسألوه باي توقيت انت بتحكي الزوايا الزوايا او اي رقم بحكيه بالنسبة للساعات هو بتوقيت جرينج العالمي اما بالنسبة للزاوية الاولى زي ما حكينا هي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين نبتون هاي راح تكون في تمام ساعة 22 دقيقة صباحا بتعزز الخيال الخاص بابيق والحدث وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وبرضو هاي زاوية يعني شوي بتعطيه نوع من انواع الالهام اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين بلوتو وهي راح تكون في تمام الساعة سبعة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة ما قبل خلوة المسار وهي الاخيرة خلال هذا اليوم هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة وهي راح تكون في تمام الساعة اتناعش وتسعة واربعين دقيقة ظهرا اكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لانهم ممكن يتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حسب طبعا احنا الان في بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلوة المسار خلوة المسار ما راح يكون طويل هذه المرة يعني مدته تقريبا بحدود الساعة وعشرين دقيقة راح يبدأ في تمام الساعة اتناعش وتسعة واربعين دقيقة ظهرا ورح يستمر حتى تمام الساعة ثنتين وثمان دقائق بعد الظهر او قبل العصر بتوقيت الاردن بده يكون ما بعد العصر عند ما بنتقل القمر حكينا من برج لآخر وما بشكل زوايا مع احد الكواكب الرئيسية بتتشكل فترة سلبية بنسميها فترة خلوة مسار وهاي الزاوية لا تصلح لأي خطوة جديدة المهمة في حياتنا وبيشمل ذلك موليد جميع الابراج دون استثناء ودائما هاي الزاوية بنقول لك اي شيء انت عاقد النية عليه او مرتب وضعه انه ينعمل ما قبل خلوة المسار اعملوا في فترة الخلوة المسار ما في اي مشكلة المشكلة انك انت تعقد على امر او تنوي على شيء بدك تعملوا في فترة خلوة المسار الساعة ثنتين وثمان دقائق بعد الظهر القمر بصير في الدلو فعشان هيك تتغير نفسيتنا في هاي اللحظة ومنشعر انه احنا الان بحاجة ماسي للتغيير والروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق او تجربة سلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا ولكن اليوم طبعا لانه الزهرة رح تنزل حضوضها شوي فمنقول انه الوقت مش مناسب لهذا الامر ولكنه بنفع لشراء جهاز استيريو او تلفاز مثلا او جهاز الكتروني او كمبيوتر وتجربة طعام جديد بما انه القمر رح يكون موجود في الدلو فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاحد او سبعة وعشرين ستة وهذا يعتبر اطول خلو مسار خلال هذا الشهر بيبدأ يوم الاحد سبعة وعشرين او ستة بيبدأ الساعة سبعة وسبعة دقائق مساء وبيستمر لليوم التالي اللي هو يوم الاثنين تمانية وعشرين للساعة خمسة وخمسين دقيقة المساء يعني طيلة النهار من عند فترة المساء لثاني يوم للمساء تقريبا بيكون فترة خلو مسار فمنعتبر انه يوم الاثنين هاد يوم لا يصلح للبدأ باعمال او توقيع عقود او زواج او خطبة او حتى اشياء اطرارية او شراء حاجية ثمينة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل ستة عشر يوم في تمام الساعة ستة وستة واربعين دقيقة مساء بيصبح سبعة عشر يوم نسبة الاضاءة تسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في الجدي بدو ينتقل للدلو ورح يمكت فيه لغاية يوم ثمانية وعشرين ستة الان هو سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ولكن من ساعات الظهر بصير القمر منتحس بنسبة اربعين في المية عطارد في الجوزة حتى يوم احد عشر سبعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ولكن من ساعات العصر مع اوج الزاوية اللي ذكرناها ما بين القمر وما بين الزهرة بتنزل الحضود لمنتحس بنسبة عشرة في المية المريخ في الاسد حتى يوم تسعة وعشرين سبعة منتحس بنسبة اربعين في المية المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة بعدين بيتراجع بيكمل تراجعه في برج الدلو بعد ثمانية وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلوب يتراجع لغاية أو حتى 11-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 20-8 بعدين ببدأ عملية التراجع هو الآن سعيد بنسبة 15% نبتون اللي بدأ عملية التراجع ساعة المساء الأمس طبعا هو رح يفضل في عملية التراجع هاي لغاية 1-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه بشكل جيد ممكن اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم إشي إنك ما تنفعل وما تعصب خلال هذا اليوم وتضبط عصابك اتجنب مخالفة القوانين احرص على استقرارك وتجنب المخالفات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها طبعا هذا الأمر لغاية ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر القمر بيكون انتقل بتلتقوا الأصدقاء وحاولوا تصحيح العلاقات المتردية أهم إشي إنك ما تبقوا وحيدين أي فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا بتكثر من خلالها الاتصالات والمواعيد برج الثور بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباءكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية طبعا لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم خصوصا الإجتماعية أهم إش إنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم ممكن تضغط عليك بعض المسؤوليات أو تواجه أمر صعب أو معقد حاول إنك تلتزم بالمسؤوليات الفترة هاي بتكون واعدة في بعض الأمور برج الجوزة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعد اليوم سارعوا لا تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك إنك تتحلى بالليوني والتفكير الموضوعي طبعا هذا الموضوع بظل معك بنفس الصورة اللي تحدثنا فيها لغاية ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات أو الدراسة مثلا ثم لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب السفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا بتفرح لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء إنك تتحرك على مختلف الأصعاد الأجواء إيجابية ودعملة إلك فحاول إنك تستثمرها وتستغلها برج الصرطان يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وبرضو بوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري هاي الفترة يعني فيها نوع من أنواع السلبية لأنه طاقتك شوي بتكون ضعيفة بتكون ضاغطة عليك ما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات وطبعا هذا الموضوع بيظل ضاغط عليك لغاية ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا التعديل على نمط حياتك لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمعن بالك وبتفرح لتطور ما هاي فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بدك تكون منظم وتحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية من ساعات ما بعد الظهر بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتج الكلام وما توجه ملاحظة لأنه خصمك في هاي الفترة بيكون قوي وما بيرحم بتحمل لك هاي الفترة إما ارتباط مهم أو شيء له علاقة بحوار ما بينك وبين أحد الشركاء حاول أنك تحافظ على هدوء عصابك وما تكون عدائي برج العذرة بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائك ومتعزيز العلاقة معهم ما بيتخل الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا هاي فترة إيجابية مناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة حاول أنك تصحح الأخطاء لغاية ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر طبعا الأمور بتصير شوي معاكسة لإلك فممكن يتراكم العمل عندكم أهم شيء أنك ما تهملوا صحتكم حاذروا من التعب الصحي أو الجسدي إلا أنه ممكن يمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر مسألة عائلية أو شخصية طارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر مشكلة شخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة راعي وضعك الصحي لغاية ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم ممكن تفرح لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح عندك بشكل كبير وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة هاي الخطوة بتتلقى من خلالها إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لإجتياز امتحان ممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار طبعا بتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء اللطيفة ممكن تحملك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك وطبعا هاي الأمور بتظلها مستمرة معك لغاية ساعات ما بعد الظهر ولكن ما بعد الظهر بتفضل الأجواء البيتية والعائلية أهمش أنك تلطف الأجواء وخصوصا العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك أهمش أنك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والتزماتك المهنية واهتم بعائلتك برج القوس ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك حاول أنك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات هاي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح أما في ساعات ما بعد الظهر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وهاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع وليسماع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل وحاول أنك تتحرك بنشاط كبير وتقوم باتصالات واسعة لأنه ممكن هاي كلها تسفر عن اتفاق أو مصالحة أو أمر أنت كنت تنتظره برج الجدي ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط أهم شيء تبادروا لخطوة جديدة اتدعم من مكانتكم الاجتماعية هاي الفترة بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور اليوم بتشتد عزيمتك أكثر وبترتفع عندك المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر هذا اليوم ولكن من ساعة ما بعد الظهر بتعيد وتنظيم ميزانيتكم أهم شيء أنك ما تغامر بأموالك لأنها هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا أهم شيء أنك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو طبعا ما زالت الأجواء ضاغطة عندك بما أن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل وخصوصا أنه ما تخلوا أعمالك وهي تتراكم ابتهدى وطيرتك لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أنا بنصحك لغاية ساعات ما بعد الظهر من الآن لساعات ما بعد الظهر ما تحسم أمر لأنها الفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها من ساعات ما بعد الظهر القمر بصير عندك ابتستعيد ونشاطكم وحيويتكم ابتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها خصوصا هاي الفترة بتفيدك للبدء بمشروع أو خطة جديدة أهم إشي إنك اليوم رح تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالك الفترة هاي برضو بتحمل لك خبر سار ولكن ركز الإيجابية كلها من ساعات ما بعد الظهر برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح خلال هذا اليوم بتحفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك وبتخف عليك الضغوط وبيطمئن بالك ولكن هذا كله ما رح يستمر معك للنهاية طبعا كل هذا الي احنا حكينا في ساعات من الآن لغاية ساعات الظهر فعشان هيك إذا عندك إشي مهم أو ضروري حاب تنجزوا انجزوا بهذا الوقت لأنه من بعد خلو المسار القمر بده ينتقل وصير في الدلو اللي هو بيت متاعبك فعشان هيك رح تدخلوا من ساعات ما بعد الظهر فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم شي نكون تتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا وخلينا نروح على الأسئلة اللي شوي منها مهم جدا شوي منها بضحك وشوي منها بفرط من الضحك ولكن كلها بالنهاية مهمة وبتضيف لمعلوماتكم معلومات جديدة طبعا السؤال الأول بيحكي زيك يا دكتور طيب معاك مينا من مصر عايش في أمريكا أهلا وسهلا يا مينا طيب في حلقة كنت عاوز أعرف التكوين العددي والفلكي اللي ذكرته في هاي الحلقة وزي أنا من الروحانيات المعينة وهل تكويني هاد بالنسبة للأرقام بتكون مميزة إلي أو من عدمه أرجو الرد طيب حبيبي يا مينا الله يخليك وشكرا لمتابعتك أول إشي بالنسبة للأرقام صحيح هي بتعطي طاقات روحانية ولكن أنا ما بنصح أي واحد إنه ينميها لوحده ولا باستشارات ولا من خلال كتب أنا بتمنى أنك تشوف شخص ضليع في العلم الروحاني أو عنده قدرة أن يكون معلم للعلوم الروحانية وهو اللي يكتشف إيش الطاقات اللي موجودة عندك وهو اللي يساعدك في معرفة هاي الطاقة أو ينميلك إياها أما لوحدك أنت فما بنصح وفي قاعدة إحنا عنا هاي قاعدة ثابتة اتعلمناها من اللي علمونا ومن علمها لطلابنا اللي ما بيكون له معلم شيطانه معلمه فعشان هيك ما تخلي شيطانك هو اللي علمك أو يتحكم فيك بالنسبة للسؤال الثاني مساء الخير دكتور رب يعطيك العافية وكل خير ويرزقك من أميرة هذا السؤال يرزقك السحة وراحت القلب والبال وإلى ما لنهاية استفسار متى تبدأ انطباق التوقعات الفلكية على الأشخاص وهل الأطفال بتأثروا بحركات الكواكب بخصوص المزاج والسعد والنحس وشو فينا نعمل بخصوص الأسماء اللي صارت المسمائية طيب أيوة أوكي بدون سابق معرفة يعني اللي مسموا خالص يعني فاسمه أجا نحس مثلاً فشو بدو يعمل ممكن نستفيد من الأرقام والألوان وشو تأثيرها علينا يعني أنا مولودة برج السرطان قلت إنه رقم سبعة أو ثلاث لشو فيني أستخدمها أو الألوان كمان نفس السؤال أسفل الإطالة أول إشي أنا بدي أجاوب بالنسبة للأطفال الأطفال بتأثروا فلكياً زي ما بتأثروا البالغين أو الراشدين هم بتأثروا ولكن تأثيراتها بتيجي أخف لأنه على سنهم هدولة أو الإشي في البيت خاضعين لأسرة لسه ما حملوا مسؤولية ما تحركوا بالحياة فالأثار ما بتكون بالقوة اللي الظاهرة عليهم هي أثارها نفسية أكثر من إنها أثارها عملية ممكن يتعرضوا لإصابات أو جروح أو أمراض في لحظات مثلاً وجود الكواكب أو وجود القمر في مكان ضاغط عليهم نتفاداها لأنه نعرفها فلكياً بالنسبة لإلهم أنه ممكن يتأثروا من هاي الأمور فنحاول أنه نعالجهم أو للتغذية أو ندير بالا عليهم بهاي النقطة ونحاول أنه ننميها نفسياً عندهم أو نشحنهم بطاقة نفسية أو نلاعبهم أو نهتم فيهم طبعاً إذا كانت الكواكب في مكانها الأساسي ومثلاً إحنا منحكي عن أشخاص بدوا يجيهم مال فممكن تيجي ست بيت مثلاً بتقولك أنا في البيت يعني من وين يجيني مال ممكن لأنه هي ست بيت بتقولك أنا ما بشتغل فممكن المال هذا يجيها عن طريق ابن ممكن يجيها عن طريق زوج ممكن يجيها عن طريق بنتها مثلاً أو تكون إلها جمعية أو تكون ديون أو من هاي الناحية ولكن زي تاجر يعني بيعتمد على التجارة أكثر زي واحد مثلاً بيعمل أعمال يدوية ممكن يجي عمل إضافي فهي بتختلف على حسب أنت إيش مكانك في المجتمع وإيش بتعمل فعشان هيك التأثيرات بتختلف طيب السؤال الشق الثاني منه لأنه مهم اللي هي الأسماء الآن إذا كان بمقدورنا طبعاً إحنا في الوطن العربي صعب أنه الوحد يغير اسمه أو فيه ممكن بعض الدول العربية بيقدروا يغيروا أسماءهم فإذا قدرت تغير اسمك فهذا ممتاز يعني أو تطلق على حالك كني أو لقب بالاسم القوي اللي ممكن يعطيك طاقة إيجابية أكثر أو يعزز من طاقتك لأنه تأثير الاسم دائماً بيجي من عشرين لخمسة وعشرين في المية الآن إذا ما قدرت أنت وخلص ظل الاسم هذا راسخ وما قدرت تغيره فإحنا منستغل الأشياء الأخرى لتقوية الحضوض فمنيجي على الرقم مثلاً إما أنك بتحمل الرقم هذا بمدالية المفاتيح مثلاً بتستخدم ألوان معينة اللي هي الألوان اللي بتناسبك إما كلبس أو كنوع من أنواع الصباغ أو الديهان في البيت بتدخله في زاوية معينة أو في مكان أو بتحفي أو شيء بيعكس هذا اللون فهذا الشيء بيعزز من طاقتك أكثر وبمنحك القوة أكثر فعشان هيك يعني ممكن تتجاوز بعض السلبيات أو النحوسات اللي ممكن تأثر عليه سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بحس أن حياتي ممتزجة بين البرج والطالع هل هذا ممكن؟ برج ثور وطالع عذراء طبعاً بكون ممكن لأنه إحنا دائماً نقول اسمع برجك واسمع طالعك اعرف مين اللي غالب عليك أكثر واتبعه لأن إذا كان ممتزج يعني أنت جاي الاثنين مؤثرات عليك فأنت بدك تأخذ الاثنين وتدمجهم مع بعض تأخذ الطالع على أنه هو نفسيتك وخصوصيتك وطريق التعاملك أنت مع الناس كيف رح تكون والبرج كيف الناس أو المجتمع بتعامل معك تسقطها على هاي شغل يعني لما نيجي نقول دير بالك في مكان العمل من المشاكل دير بالك من مكان العمل من المشاكل ولكن إذا كان طالعي هو اللي بقول دير بالك من المشاكل معلاته أنا ممكن أفتع للمشاكل هاي أو الأخطاء أو سوه فأنا أتحمل وزرها فعشان هيك هيك بتتم عملية الإسقاطات سؤال من رانيا مساء الخير دكتور مساء النور سؤال هل صحيح في ولاة القمر هو أفضل وقت لوضع الزيوت على الشعر وإزالة شعر الجسم أم لا طيب هذا شق والشق الثاني وإذا كان أيضا وجود القمر البدر هل هو وقت سيء لعمليات التجميل خلينا نجاوب على الشق الأول لأنه السؤال هذا برضو مهم مع نمو القمر دائما مراحل نمو القمر هي ممتازة جدا لوضع الزيوت على شعر معالجة الشعر وبرضو إزالة الشعر الزائد من الجسم أو عفوا قص الشعر للإنبات لأنها هاي مرحلة النمو يعني إشي للإطالة للزيادة مرحلة أنه يصغر البدر هي مرحلة التقصير والبطء هيك بدك تعرف فيها فالآن أنا في مرحلة النمو بدي أعالج شعري بستخدمه الزيوت بستخدم أي شيء له علاقة لمعالجة الشعر عندي ولكن مش لإزالة الشعر من الجسم إزالة الشعر من الجسم بتصير والقمر بيصغر لأنه بصير ضعف البصيلات تحت الجسم وفي نفس اللحظة السوائل في الجسم بتصير قليلة ما بتكون في مرحلة النمو بتكون في حالة الإختصار اللي هي زي الجزر مثلا فعشان هيك بتكون في هاي المرحلة أما بالنسبة لوقت البدر وهو مكتمل طبعا لأنه هي مرحلة الإكتمال هي معناها مرحلة مقابلة ما بين القمر وما بين ما بين الشمس وهي مرحلة ضعيفة بكون القمر فيها منتحس فيها فعشان هيك منقول هاي المرحلة لا تصلح للتجميل إلا إذا القمر في نفس اليوم شكل زاوية إيجابية ما بينه وبين الزهرة فبتكون النتيجة جيدة من يوسف دكتور سعيد لا تضحك وما رح أسأل سؤال أنا مش مقتنع فيه لا تضحك علي رح أسأل سؤال أنا مش مقتنع فيه لأنه بنتي طلبة مني هي في مدرسة والمدرسة هاي بيعقبوا بالفلقة على رجلهم فسألتني هل في أوقات بتنجح الفلقة وتؤلم وأوقات لا أنا عارف أنه سؤالي لا لا سؤالك مش تافه يعني هاي على براءة الأطفال طبيعة الحال بيسألوا أسئلة ممكن شوي كون هم هذا إدراكهم فإحنا برضو وظيفتنا أننا نجاوب بمنها بتتابع هي وصلت لمرحلين هتأسأل معناته لازم أنا أجاوب على هذا السؤال أول إشي بالنسبة للفلقة لو كان كل الكواكب إيجابي ولا سلبي بدأت توجع بدأت توجع ما بش مجال يعني أي فلقة يعني ولكن هي بتصير آثار سلبية للفلقة خصوصا إذا كان القمر موجود في بيوت إلها علاقة بالصحة أو في بيت المتاعب أي إذا كان إلى علاقة في البيت السادس أو البيت السابع فهاي بتأثر على نفسية الطفل وممكن تأذيه وإذا كانت في بيت المتاعب به وممكن تأذيه اللي هو بيت المتاعب البرج اللي ما قبله يعني إذا كان برجها السرطان اللي هو الجوزاء والبيت السادس اللي هو بتعد ست أبراج من برجها يعني مثلا نقول سرطان ما بنقول مثلا سرطان أسد عذراء ميزان عقرب القوس هو بيت الصحة البيت السادس والبيت السابع اللي هو الجدي هذه الأماكن اللي بيكون فيها أثار نفسية وبكون مؤلم نفسيا العقاب سكون النفس نحن نتفاعل مع البرنامج بنعلق بنعطي رأينا بننشر على أوسى نطاق ولكن ما بنجد من حضرتك الاهتمام بما نقوم به من تفاعل بالعكس أنا صحيح أني أنا بقصر مع كثير من المتابعين لأنني ما بقدر أشكر الكل وما بقدر أتفاعل مع الكل وما بقدر في كل حلقة أقول شكرا لللي علقوا واللي كتبوا واللي بيساعدوني وبيساهموا في نجاح هذا القناة وأنت من الناس اللي أنا بشكرك دائما لأنه أنت دائما تلحل الحضور ولما أنت بتغيبي بالعكس بفتقدك يعني بقول لابد إلا فيه إشي أخرها أو إشي خلاها تغيب لأنه مش من عادتك أنك تغيبي عن القناة وأنا بشكرك كثير وبتمنى أنه يكون في عندي وقت أني أنا أو فيكم حقكم خصوصا للقدامة واللي دائما موجودين على القناة فبشكرك وبعتذر منك في نفس اللحظة وأرجو أنك تقبلي اعتذاري طيب سؤال بالنسبة لالين بتسأل سؤال طبعا يا الله ما أطوله طيب بس خلينا نشوف اللايلين لأنه أسئلتها كثير بتيجي في أشياء بالصميم نستفيد منها في كثير أشياء الدكتور لو سمحت بما يخص علم الطاقة هل فعلا في صورة قرآنية خاصة بكل عنصر من العناصر الطاقية باعتبار أنهم باعتمدوا على الأبراج الصينية وهذه الأبراج بتحمل أسماء الحيوانات أكرمك الله وعناصرها العناصر المعدني والعناصر المائي والأرضي والناري مع العلم أنهم جعلوا لكل عنصر ألوان الخاصة بها طيب لا أنا فهمت السؤال خلص يعني هيك أنا تقريبا فهمت أنت بدك تسأل إيشي طبعا هذه الطريقة طريقة اللي حطها جاهل لأنه أولا القرآن هو طاقة لوحده يعني هو بعطي طاقة لوحده كل صورة لها طاقتها الخاصة فيها على حسب مضمون الصورة وعن إيش بتتحدث أما أنه أنا أجي أركب طيب ليش ما أركبها ليش راح على الأبراج الصينية ما الأبراج العربية فيها اللي هو المائي والهوائي والترابي والناري يعني ليش راح الصيني ما شافها على البرج العربي يعني ليش العلم الصيني طب القرآن نزل علينا إحنا ما نزلش على الصينيين يعني فكيف ركبت معاه ولا هو بد يركبها بطريقة هاي والألوان موجودة أساسا في كل أنواع الأبراج إن كان بالعربي ولا بالهندي ولا بالصيني فالألوان هي نفس الألوان ولكن هم بدهم يسوقوا إنه عندهم علم مميز طيب أنا لما آجي أتبع طريقتهم هذولا على موضوع قراءة القرآن بالطريقة اللي هم بدهم إياها هل تعلمي أنه في هاي الطريقة يعني ممكن الواحد يعني يعصي ربنا ببعض الأمور لأنه هو اتبع أوامرهم في شيء معين القرآن كله بكل وقت يقرأ ولكن إحنا منيجي لازم يكون مثلا نقول مثلا في صور معينة تقرأ لي كذا هذا الشيء أجت بالتجريب يعني مش أنا الحالي جربتها آلاف من العلماء جربوها فطلعت معهم هاي الصورة إنها فادتهم في أشياء معينة فلما نيجي مثلا نقول مثلا صورة الواقعة للرزق فهم جربوها أولا في أحاديث تحدثت صورة الواقعة للرزق وفي بعض الأشخاص لما جربوا صورة الواقعة وجدت إنها هي بترفع من طاقتهم بتعزز من طاقتهم وقوتهم وحتى الحدث والتفكير عندهم فمنيجي من نقول لأنها من المجربات أما أنا والله أجي أحسب اسم صورة الواقعة الواقعة وأطلع لها حروف وجذور مش عارف إيش وأربطها هذا فلسفي ملهج داعي يعني فلا أنا ضد هذا الفكر وما بنصح فيه يعني لأنني انتبهت له اللي هو نحن مقيمون في إيطاليا هي وزوجها وهل فعلا لمدينة الإقامة تأثير على حالتي في عدم الإنجاب أو في الصعوبات مثلا أو العكس لا شو في الإنجاب هذا منحطه على الجنب ما إلو علاقة بالإنجاب نهائيا ولا بتأثر بالإنجاب ولا إلو علاقة في هاي الأمور هو نيجي بيأثر على الصعوبات حكينا عنها إنه كل بلد إلها برج التاريخ تأسيسها أو استقلالها هذا برجها إذا البرج هذا بتناسب مع برجك معناته مناسبة لإلك إذا بيت متاعبك أو بيت صحتك أو هاد فممكن يأثر عليكي إنه يعمل نوع من أنواع الصعوبات غير هيك أنس الموضوع أما هذا موضوع الإنجاب ولازم تسافر على الدولة الفلانية لأن الدولة الفلانية هاي شفنا مش عارف إيش بعزز اللي مش عارف شو هو فبطلع مش عارف إشي بلاء طيب طيب سؤال من ربيع العمر دمت بألف عافية أستاذ سعيد وأنت بكل العافية إن شاء الله من الفلكيين بيقولوا إنه برج الأسد رح يرتاح الشهر المقبل ولما يجي الشهر بيقولوا إنه بعد عشرين بالشهر بيتحسن وضعه ماكو شيء أريد أفتهم طيب والله يا ربيع العمر إنك حكيتي الصافي هدولة ما هم بدهم يسوقوا يعني هدولة شغل يعني يوتيوب بربحوا فلوس وبربحوا من المشاهدات بهمهم إنك أنت تظلي على أعصابك ما بهمه هو يعطيك المعادل المزبوط أو المعلومة الصحيحة فعشان هيك بيظلي يقولك بعدين وبعدين والأسبوع الجاي لا أصبري كمان ثلاثة أيام أصبري لا 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 لحد يتمنى القمر يتحرك مش عارف إيش وهو أساسا هو مش فاهم شو اللي بحكيه لأنه مش عارف شو اللي بصير طيب أنا بدي أشرح لك إياها ببساطة أولا دائما القمر لما بوصل لبيت المتاعب يعني للسرطان للأسد لأني أنا برضو برج أسد فعشان هيك أنا راح أحكي لك إياها بصورة عامة الآن إحنا برج الأسد الشمس دخلت وصارت موجودة بالسرطان فعشان هيك هذا بيت متاعبنا فهو بتحرك ثلاثين درجة بيت متاعب يعني ثلاثين يوم لازم كل إنسان يتأثر مدة ثلاثين يوم متاعب ما قبلها بيكون بحالة تصاعد يعني تصاعدية نقول مدة أسبوع بعدين بدي يمشي ثلاثين يوم بعدين ببلش ينزل النزول ماشي؟ عشان أنا أوصل لك الفكرة بطريقة صحة فمجرد ما دخلت الشمس على بيت المتاعب إحنا بنقول برج الأسد بلش في التعب والعكسات اللي بتأثر عليه في خلال الفترة هاي لأنه دخلت الشمس على بيت متاعبه الآن هاي الفترة ما برتاح مولود برج الأسد إلا لما الشمس تدخل على برج الأسد ولكن هل موليد أول يوم من برج الأسد الفائد اللي بيستفدوها زي موليد آخر يوم من برج الأسد؟ طبعا لا ولا العشرية الثانية ولا العشرية الثالثة السبب إنه هذا ضوء شمس لازم يسقط على الجميع فعشان هيك بشو من يجي منقول ما برتاح مولود برج الأسد إلا في عيد ميلاده ليش؟ لأنه الشمس هو هنا بتعمل تحولها السنوي وبتيجي على نفس الدرج اللي انولد فيها فبتبث شعاعها عليه فعشان هيك ببدأ بالنشاط تبدأ سنة الجديدة ببدأ بالارتياح ببدأ بالإنجازات أكثر فكل برج لما بكون الشمس موجود في بيت متاعبها بتكرر معاها نفس الشيء ما برتاح إلا لما الشمس توصل على درجته يعني عيد ميلاده أما اللي بقولك لا من بدايته نهايته والقمر والزاوية هذا فقط موجود برغي بشيء هو مش عارف يحكي عنه فاتين بتسأل سؤال عندي ثلاث أيام وأنا أحلم أحلام مش مفهومة كوابيس وكل ما تراجع نبتن أتعذب بالكوابيس إذا تكرمت جاوبني هل هناك حل طبعا في حل الحل إنه أول شيء أعلمك يا اقرأي سورة الفاتحة سبع مرات آية الكرسي سبع مرات المعوذات الثلاث الإخلاص والمعوذتين سبعة بسبعة بسبعة إذا بتقدر تقرأيهن كل يوم أنت حميت نفسك وحصنت نفسك وأحلامك بصير إلهمانة طبعا مش أنت لحالك كل المستمعين إذا بستخدموها أي طريقة ممتازة إذا ما قدرت وشفت أنهم طوال عليك وبغلبوك كثير لأنها سبعات وكثار إقرأي آية الكرسي فقط لحالها سبع مرات كفيلة بأنها هي تعدم الأحلام عندك بالنسبة عالية جدا سؤال من إيمان حسن طيب دكتور سعيد ربي يعطيك العافية ويعطيك العافية يا رب في وحدة على اليوتيوب اسمها طبعا حكت اسمها تشرح عن علم الأسماء والحروف قالت اسم إيمان الألف مكسورة تكسر الياء والميم مع الألف ما ونهاية الحرفين ألف ونون وبداية كلمة انفراج يعني حياة وإيمان فيها كسر بحياتها فيها ماء النافية تنطلق وبداية كلمة انفراج يعني بتعيش حياة صعبة جدا لحتى يجي الانفراج آخر عمرها الله يقصف عمرها والله هاي أقولك حزيرة هي إذا حزيرة أنا بقولك تمساح لابس نظارة إن شاء الله أكون ربحت التلفزيون أو الغسالة يعني شو هال يعني شو هاي والله بدأ أجرب أسوي اسمي سعيد حرف السين بيجي الأقرب إلو سوسو والعين العو سوسو العو واللياء بتيجي من يعمل أو يصنع أو يددي يعمل ددي والدال بيجي من دوالي أو دولما يعني سوسو العو بيعمل دوالي أو دولما بشكل جيد دوال الله يهيد والله جربوا كل واحد يجرب على اسمه يشوف بالله مشتقات وشو بيطلع معاه خلينا نشوف هالعلم الجديد هذا من وين جايبته لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اسم إيمان اسم إيمان يا جمعة الخير هيك بطلع فيه هيك بطلع المان نافية اسم هذا اسم هذي كلمة إيمان الإيمان من آمنة يؤمنوا إيمانا إيمان من وين ما النافية ومن وين سين الساكنة ومن وين مش عارف إيش من وين طلعنا هذول هو أنا بدي أركب زي اللي بطلع في الزيارة يا جماعة الخير وشو هالعلم هذا هذا مش علام هذا تفاهى 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 لا حول ولا قوة إلا بالله اسم إيمان بسهولة عنا حرف الألف ناري وحرف الميم ناري وحرف الألف ناري ثلاث أحرف ناريات يغلب عليها الطابع الناري بما إنه يغلب عليها الطابع الناري إذا كان اسمها ناري أو اسمها هوائي هاي بتكون حسن صبي بتكون عبارة عن شخصية قوية لسان صليط حادة جدا ما بترضى عن العق يعني ما بترضى أي شيء في عوج أو شيء غلط ممكن يعني ممكن تكون يعني تجلد أي شخص لأنه غلط ما بتسكت ما بتتهاون نهرية حركة نشيطة بتحب تنتج بتحب تعمل بتستسلمش كيف صار ما نافية تكسر مش عارف إيش وبصير بتسعد في آخر حياتها الله يسعد يا هاي هاي طلسم تبعي تعويذة هاي اه 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 انا حطيتها على فكرة اه يعني راح اه احط هذا عنوان الفيديو فعشان هيك ممكن الناس تستغرب الطريقة اللي انا حكيت فيها هذا مش جهل هذا فلسفة الزيادة على جهل على تخلف على تخبط على اه على كل شي في الحيط يعني من طب وين المعاني الاحرف معاني الاحرف معاني الاحرف الاساسية اللي محطوطة هاي ايش ليش محكتيش عنها شو بدي في مان نافية انا شو بدي في من وين جبتي لي قسمت الاسم وكسرته وكسرت الياه وكس من وين والياه مكسورة من وين ياه مكسورة من وين ياه مكسورة من وين كسرت لياه من وين تحولت لياه لا حول ولا قوة الا بالله طيب برضو ايماني بتسألني بتقول لي دكتور حضرتك طلابت مني اسمع الرقية الشرعية سمعتها وتمنيت من حضرتك تعطيني رقم التواصل والله يا اخت ايمان كتبتلك اكثر من تعليق ارجع للتعليقات قلتلك رقمي مكتوب في صندوق الوصف محطوط تحت اكبسي هيك بتلاقي كل المعلومات تبعات الفيديو ومحطوط رقم تليفوني من زمان موجود وقلتلك خذي رقم تليفوني وتواصلي معي انا والله يا عمي قلتلك بس انت ما انتبهتيش ومرجعتيش للتعليقات اساسا اه عشان انك سمعت الرقية وانا عارف انك سمعت الرقية ان شاء الله انه بقدر اساعدك بشيء اه يا رب تكون انت اسمع الفيديو يا رب تسمع الحلقة عشان يوصلك لانه يعني هيك بمعناته ربنا مش رايد اني اتواصل انا وياكي فعشان هيك يعني ما بوصلك اما اذا سمعت فربنا كاتب لشيء معين رقمي موجود في صندوق الوصف خذي الرقم وابعثي لي رسالي قولي لي انا ايمان حسن عشان انا اعرف واعطي اه اهميه لانه من كم الرسائل اللي بتيجي اه بعد مرات انا ما بقدر الحك ما بقدر ارد وبتأخر كثير لا ارد على الاشخاص بس انت تحديدا لما تبعثي لي ان شاء الله رح ارد عليك فورا هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله اعلم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء